تتصاعد حدة المنافسة بين روسيا وإيران للسيطرة على القوات المسلحة في جيش النظام السوري وأجهزته الأمنية فضلا عن الميليشيات المختلفة التي تم تشكيلها خلال السنوات الماضية لتعزيز سيطرة النظام بالتزامن مع محاولات للهيمنة على الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وإذا كان نفوذ روسيا الأساسي يتمركز في التأثير على مفاصل القرارين السياسي والعسكري فأن الإيران سطوة كبرى على الأرض بحكم انتشار ميليشياتها في أنحاء البلاد واعتمادها نهج كسب الولاءات على أساس طائفي أو عبر شرائها بالمال والامتيازات ووفق مصادر عدة فقد جرت في الأونة الأخيرة حركة تغييرات وتنقلات في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام كان بعضها بتأثير من إيران وبعضها الآخر بإعاز من روسيا في إطار صراع الدولتين على التحكم في هذه الأجهزة وتطويع عملها لخدمة التوجهات الخاصة بأهداف كل من طهران وموسكو ووفق هذه المعطيات فأن الجانبين الروسي والإيراني يعملان على تقاسم النفوذ داخل هذه الأجهزة فبعد انتهاء الجانب الروسي من إحكام سيطرته على قيادة أركان قوات النظام قام بتحويل شعبة الاستخبارات العامة وإدارة أمن الدولة لتكونان ذراعا أمنية واستخباراتية روسية في سوريا كما أحل الروس أخيرا مئات الضباط إلى التحقيق العسكري بتهم متعددة منها سوء استخدام السلطة والتعاون مع المسلحين والتخابر مع دول معادية وعملت روسيا منذ مطلع العام الحالي على استقطاب لواء القدس الذي كان يوالي طهران وضمت إلى صفوفه مئات العناصر الجدد الذين تم تدريبهم في معسكر حندرات شمالي المدينة والذي أنشهده القوات الروسية بالقرب من نقطة المراقبة الجديدة في تلة حندرات ويرى مراقبون أن التبدلات التي حصلت أخيرا في جيش النظام يمكن إرجعها لأسباب عدة أهمها أن ذلك يعد إحدى صور الصراع والتنافس بين موسكو وطهران بشأن شكل النفوذ ورؤية كل منهما لسوريا المستقبل فروسيا تحرص على دولة مركزية يشكل الجيش المنظم عمادا لها أما إيران فقد حاولت العمل على تعزيز دور الميليشيات المنتشرة في سوريا وربطها مباشرة بالحرس التوري الإيراني من دون المرور أو العودة إلى نظام الأسد وبدأت روسيا بتحجيم هذا الأمر بدءا بالقاعدة وصولا إلى رأس الهرم